يلتزم الطرف الأول بتاريخ 21-2-2018 بصرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة عن عام 2016 كاملة يوم غد الخميس الموافق 22-2-2018 مباشرة اثنين يلتزم الطرف الأول بتحديد جدول زمني لصرف المستحقات المتأخرة عن عام 2017 بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 28-2-2018 ملزم وموقع من مجلس الإدارة شريطة أن تصرف جميع الحقوق المالية قبل نهاية عام 2018 ثلاث يلتزم الطرف الأول بدمج الرواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مع الرواتب الشهرية الاثناش في السنة وذلك اعتبارا من العام الجاري 2018 أربعة يلتزم الطرف الأول بعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق أي موظف في المؤسسة خمسة يلتزم الطرف الأول بإنهاء خدمات عضو المجلس خالد زاهر الفناطس خلال ثلاثة أيام من تاريخه ستة دراسة أوضاع عمال المكافأة العاملين في المؤسسة منذ سنوات وتثبيت من يستحق حسب حاجة المؤسسة الوظيفية سبعة ينشر الاتفاق على الصفحة الأولى في صحيفة الرأي مع صورة عنه بعد التوقيع عليه من أطراف العلاقة التوقيع رئيس مجلس الإدارة المدير العام ممثلوه العاملين نقابة الصحفيين اللي عنده اعتراض يحكي اشتركوا في القناة